زي ما شفنا في التقرير هذا المسار المهم للترجي مسار الاهلي كلنا عارفينه بس أخدوا بالكم حاجة الترجي مع المدرب البرتغالي كاردوزو صلح كتير من أخطائه أصبح الفريع على المستوى الدفاعي أكثر تنظيماً وأقوى نتائجه واضح أنه حتى في مواجهة فرق كبيرة يعني أسك برضو قدر يتعادل 0-0 ورايح جاي ويلعب بركلات ترجيح ويتآهل سانداونز بكل قوة الهجومية فشل في أنه يغزو مرمى الترجي سواء ذهاباً أو إياباً واحتفظ الترجي بالفوز 1-0 في الذهاب والإياب ما يؤشر إلى أنه المدرب البرتغالي كاردوزو اللي ماسك الترجي بقاله أقل من 6 شهور إدر يعيد التوازن كتير لهذا الفريق شو سيد إبراهيم حاجة حتى علماء النفس لازم يوضحوها يعني أي تعديل في توقيت مناسب يكون له مرضود إيجابي على الفريق بتبص تلاقي الجهاز الفني داخل بدوافع جديدة وحتى اللعيبة اللي متضايقة بتنسى كل حاجة ونبتدي من جديد تبص تلاقي مشاكل الفريق بتطوارى وكل يقول لك نبتدي بدايات جديدة يمكن تتحل المشاكل الترجي استفاد من ده ومعه مدرب المدرسة البرتغالية فرضة نفسها بقوة على الشمال الإفريقي وأصبحت محل ثقة وده منطقي لأنها ماهيش بعيدة قوي عن المستوىات الفنية والإدارية يعني أنا في بداية ممسكة المسئولية في إدارة التسويق حبيت أعرف الأندية المحترفة بتطوار إزاي فروحت أزورت ناديين بين فيكا وإيفرتون بين فيكا كان معتبر نفسه ما هوش صاحب الخبرة الأعلى في مجال الاحتراف احنا رحله ناخد منه فهم قالوا اللي احنا فيه احنا بنبص للدور الإنجليزي إنه هو ده النموذج ده اللي خلاني بعد كده رحت دراسة مع الماني يونايتو الاتحاد وبعد كده رحت أزور إيفرتون أشوف الدنيا ماشي زي فهم حلقة واسط وده زكاء لأن أنت لما تروح للبعاد قوي عنك هم بيتعاملوا بإمكانيات اللي هاتم تالكها فاللغة مش وقعية لكن البرتغاليين إلى حد كبير بيبقى اللغة بتاعتهم اللغة الفنية فيها واقعية قريبة مننا شوية فما ناخدش الموقف ده باستخفاف لذلك أنا بقولك حناجد صعوبة أصلا الشمال الإفريقي بيبقى فرق مش عشوائية بتبقى فرق تكتكيا منضبطة ومنظمة وليها رؤية أنت كمان لن تروح بهذا المنطق فريق منضبط وليك رؤية عايزة من كل المباراة ماذا بقى التزام لعبتك وجاهزيتهم هو اللي هيحدد لأن أنا بقولها أستاذ إبراهيم إذا كنت في كامل جاهزية الفنية والنفسية النفسية بقى اللي هي فيها الالتزام والمعنويات ما خافش حد ما بشوفش إن حد قريب مني الناس اللي بقى قريبة مني لما أبقى أنا النواحي الفنية والبدنية والنفسية مش في أعلى حالاتها التلاتة لازم يبقوا مع بعض في أعلى حالاتها أبقى أنا بعيد أبقى أنا في المتناول لما حاجة من دي تهتز كل الأمنيات إن نشوف الأهلي اللي بنتمناه في المباراتين دول طيب وإزاي نشوف الأهلي في المباراتين دول بالمستوى اللي احنا نتمنعه بعض الفاصل